كنا تحدثنا الأسبوع الفائت عن طبعا إطار المراجعة الدورية نصف سنوية للفوتسي وخاصة للأسواق في المنطقة. وجاءت تصنيف العديد من الشركات الإماراتية بحسب رأس مالها بين الكبيرة المتوسطة والصغيرة. ولكن يبدو أن هناك إعادة نظر في طبيعة هذه المراجعة قبل تطبيقها. وتم الإبقاء على سهم طبعا فيرتيغلوب ضمن قائمة الشركات الكبيرة. الحد الأقصى كانت قد منحته الشركة التي تملك الأجانب كان 100%. ولكن الملكية اليوم هي تنحصر في إطار الـ 54.5% فيرتيغلوب بعد تعديل نتائج المراجعة لصالح هذا السهم قبل فوتسي. خسائر السهم بعد الإعلان عن تخفيض التصنيف في وقت سابق بلغت لدينا 2% وكانت بالقرب من أدنى مستوياتي في ثلاث أسابيع. ولكن إعادة النظر من جديد على حركة السهم أو لوضعه ضمن الأسهم الكبيرة. لربما ستغير في طبيعة التداول على السهم. نلقي نظرة الآن عن هذه التعديلات. وكيف يبدو أنها أيضا ستكون وجهة قادمة للمستثمر الأجنبي في اختياراته التي سيحددها. ونذكر بأن فوتسي أعلنت عن تلقي ثلاث شركات إلى قائمة الشركات الكبيرة والمؤشر القياسي العالمي. نتحدث عن بنك الإمارات دبي الوطني الذي يسمح إلى نسبة تمالك 40% للأجانب. ولكن الحيازة اليوم على 10.4%. ولحظنا ردة فعل السهم كانت إيجابية فور الإعلان عن هذه المراجعة. أيضا مصرف أبوظبي الإسلامي الذي يمنح 40% كحد أقصى لتمالك الأجانب. وحاليا الحيازة هي ب13.1%. طبعا أمريكان المطاعم الذي دخل إلى السوق حديثا كان قد منح أيضا أفضلية ب100% لصالح التمالك الأجنبي. وهو ربما أعلى الأسهم تقريبا بعد فتح هذا المجال ملكية من قبل الأجانب 75.8% الحيازة الحالية. ونذكر بأنه طبعا سهم فيرتيغلوب كان قد تم تخفيض تصنيفه بالنسبة لرأس المال. ثم إعادة النظر في هذا لربما سنلمس تأثيره على حركات السهم. بالنسبة لأراميكس قامت فوتسي بتخفيض التصنيف من قائمة الشركات المتوسطة إلى الصغيرة. الشركة تمنح 100% نسبة ملكية الأجانب. والحيازة اليوم على 41.5% وبالنسبة للشركات التي تأتي ضمن قائمة المايكروكاب. نتحدث عن خلوج شركة جيلفار وهي المتخصة في الصناعات الدوائية. وتم ضم طيران أبوظبي إلى هذه القائمة. هذه المراجعة وتطبيقها قريبا. طبعا سربما يفتح المجال كثيرا لطبيعة السيولة وأحجام التدور على هذه الأسهم. تحديثا.